معناه ده زول الشر لا؟ الشرك عبادة حقه الله تديه لي مخلوق هس الليل الناس لو دالين يزرعوا واطة براوا ما قادر الجاز غالي والواطة كبيرة والسماد زاد والكذب احار على الزول الواحد قالوا ان احنا اربع انفار يا اخوان انا بجيب سماد وده يحرط الواطة ونظفه وده يجيب الاتراب وده يفعل قسموا بيناتهم بيقوم اي واحد فوقهم يجيب راسماله ويقسموه ده معنا الشرك من الشراكة والنصيب والضم والخط قالوا لانه الشريك بيجيب راسماله مع صاحبه بيضموهم سوا وبعد ذاك لما ينتهي المشروع بيقسموه سوا ده اسمه الشرك الشركة اجات من الموضوع ده فده اخواننا الشرك انه حاجة حقة رب العالمين بني ادم اجي دخل الكراع يقول انا ذاتي حقتيانا هس الليلة هنا ده في السودان ده في اي بلدة امسك لك وطات ذول مش تبني فيها بس تعال جيب ليك بس عودوا معاو بارك خدتهم في نص الوطة والله يتجيك عكاكيز يا اخواننا ذول ده ما قالوا مغترب ما دي فيها وطة وطاته ما بخليها لك بخليها ما بخليها طيب الوطة دي ليت ما خليتها لانها حقتك طيب العبادة حقت منه سؤال بسيط حقت الله طيب لو ذول شال حق الله ودلي عبد الله ده بكون وقع في شنا اخواننا ده بكون وقع في الشريك ده خلاصة دعوة الانبياء اخواننا الانبياء دي دعوتهم لان يا اخواننا الانبياء خايفين على الناس انت لو جيت لي الله بتصلي كتير وبتزكي كتير وبتكرم الناس وبتحج بيطلع وبتعمر وبتطبح للناس وانت بار بي والدينك وانت زول يدك رخية وانت زول بتقيف مع الجيران وزول بتحارات واي حاجة لكن جيت لي ربنا بالشريك ربنا ما بيقبل منك ولا عمل الله قال كده ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ شوف الشريك ده خطير كيف يحبط يعني يبطل ويفسد ويذهب اجره يا اخ عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عبدالله ابن جدعان ده كان من الكرماء في العرب كان يطعم الطعام ويفعل ويفعل اينفعه ذلك قال الزلدى من شدة ما كريم بشير القدح يودج راس الجبل فوق الطير ذاته ياكل الطير ياكل شوف الزلدى كريم كيف قالت للرسول عليه الصلاة والسلام امنا عائشة رضي الله عنها قالت الكلام ده بانفعه قال لا ما بانفعه لأنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يخ ربنا جاب طمنتاشر نبي في سورة الانعام قالوا العمل ماذا يحقنا اعمال كثيرة واعمال صالحة واعمال خالصة واعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى براو ربنا قال الطمنتاشر نبي مش نحنا العواليك ديل ربنا قال الانبي الصالحين القريبين من الله ربنا قالوا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا شاكذا اول حاجة بدى با يوسف عليه السلام بدى اخواننا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة قال يا صاحبي السجن اارباب متفرقون والرب معنا اشنو يقول لك الود في المدرسة يقول لك في الاستمارة رب الاسرة منو معنا اشنو معنا الزولة اللي بيدفع القروش والبيصرف الامور طيب رب الكون منه الله سبحانه وتعالى طيب انا لما اجي اقول في مخلوق مهما كان صالح بيخلق مع الله او بنزل المطر او بيحفظ الانسان من حاجات الله سبحانه وتعالى ده بقيته رب ولا ما بقيته بقيته رب شان كده يوسف عليه السلام قال قال اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يا اخي قصة بيحكوها زي ما حكا ابن كثير رحمه الله قال المشركين زمان كانوا عارفين انه البعمل فوقه ده باطل شرك وكانوا بيقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام كلمنا قول اعبد الله وكده لكن مجيب لنا الاسما بتاعة ناسنا اللات والعزة ومنات وهو بل مجيب لنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة قال يا اخواننا في ناس لو لقيتوهم معلقين باستار الكعب اقتلوهم منهم عكرم ابن ابي جهل بعد ذاك هو اسلم ده سبب اسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا قام ركب البحر ربنا قال عن المشركين شوفوا في الشدة ذاته ربنا قال فاذا ركبوا في الفلك يعني المشرك مش الصحابة فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ما بدعوا الا الله في الحارة المشرك ذاته ما بدعوا الا الله قال فلما نجاهم الى البر لما انخلاس مرق من الحارة اذا هم يشركون لما يمرق بره يقول لك يا زول هوي الله اما جمعتنا ديل كان الشغلة دي جاطة مرة واحدة وربنا انعم عليه ربنا انعم عليه اكرم ركب البحر الموج اللي عب السفينة ما خلاص ده وكي تحرق هذا بتلقى الزول نجيط المشركين المعاه بيقول يا الله تمرقنا هو هسي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم هسي ركب البحر يا الله تمرقنا اكرم قاعد في نصهم الكلام ده ذكروا ابنه كثير في البداية والنهاية وفي التفسير في صورة العنكبوت قال اكرم بيقى يقول يا اللات يا العزة يا فلان يا علان المشركين المعاه قال لي هذول التجديد في الشرك بتاعنا ده ولا شنو ما فهم الحاصل قالوا لو ها هنا لا ينجي الا الله في الشدة دي ما بمرقك الا الله اهل الشيوخ والجماعة بتاعنا دي البر لما تكون التلاجة ملانة والاولاد في الجامعات وهو الجيب ملان هنا نادي جماعتك لكن قال له جوا البحر هنا نحنا ما بننهم ما بننادي وما بنستغيث الا بالله اكرم قال ليهم انجاني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء قال لهم ربنا في الشدة الصعبة ما رقني ما يمرقني في الرخاء قال والله لين انجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم ما رق اسلم دي اخوانا التوحيد ما ايش يغل بسيطة العبادة دي حقت منه حتى لو كان صالح لو كان رسول من الرسل والكلام ده ربنا ذكروا في القرآن في صورة المائدة عيسى عليه السلام رسول وصالح ومن اهل الجنة ووجيه وعنده مكان عند الله وما فيه ولا كلمة ربنا عز وجل قال في اخر صفحة في صورة المائدة ربنا قال واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله انت قلت للناس لانه اسي الليل النصارى عبدوا عيسى صح الا ما صح بتيت القام لابسين الصليب وللأسف الان لاحظ الفات في تلفزيون السودان جايبينهم شغالين للمسلمين دي بلوة جديدة كمان كويس وجايبينهم جايبين قالوا فيلم بتاع كرتول للأطفال جايبين فوق صورة ابونا آدم عليه السلام نبي كريم جايبينهم عريانين عديل عديل فيديو عديل مسلسل بتاع اطفال شعار السودان فوق قاعد شغل عجيب ذاته شكد ربنا سبحانه وتعالى قال قال واذ قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم شوف قال له شنو قال ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق يعني هس الليلة زول يا اخوانا زول امني قروش قال لي عليك الله يا خاسمع المليون جنيه دي امسكا انا ماشي وجاي راجع بشيلة منك بكرة يا بكرة قال لي يا فلان الديني قروشي يا فلان الديني قروشي بزعل في حاجة بزعلك ما في حاجة بزعلك العبادة حاجة الشيخ ولا حاجة الله بس براحة كده حاجة الله قلنا للناس حاجة الله بس الكلام دي اخوانا فيوشي يا حاجة الله دا دي ليو ولو حاجة الله الدولي عبد الله دا بخلد البني آدم في جهنم شان كده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ان الله عز وجل يقول لأهون اهل النار عذابا دا قال له واحد بعزبو لو ان لك الدنيا بعماراته بعرباته بزراعته بأمواله بقروشه كلها لو ان لك الدنيا ومثلها معها مش الدنيا براها زي مرتين اكنت مفتديا بها من عذاب النار لو الديناك لها بتدفع عشان نمرقك من النار فيقول ايوالله يا رب فيقول له الله كذبت ربنا يقول ليتك الضاب لقد اردت منك وانت في صلب ابيك آدم اللا تشرك بشيئا فابيت الا الشرك وانا جوه الكلام ده ساهل كيف ربنا دائر منك قلبك ده تعلقوا به في الشدايط ما في الشدايط في امورك كلها لو كنت مزنب لو كنت بتعمل المعاصي لو كنت واقع في الكبائر لو شلت حكزول لو سرقت لو شربت الخمر لو زنيت لو لو اتعديت على الناس دي محرماته ما بتجوز لكن حتى لو بتعمل دي وبعد ذا قمت قلت يا الله توب علي يا رب يا ربنا صلي على اغتيماعاك يا ربنا اصلح قلبي دا يا ربنا اديني ولد يا ربنا نجح ولديه يا ربنا اشفي مريضيه يا ربنا احفظ يا ربنا يا ازول دا بخيل دا مسل يا اخواننا ما تصديقوا دا مسل ساكن يا ازول دا بخيل يا ما عنده تانى في حاجة انت بتجيط تقول لي يا اخوانا دائر كده قل لك والله ما علي شيخ انا ما عنده ابتستاهل معنا انا فغير او انا بخيل عندي لكن بقول لك يا اخوان الله تعارب براك الظروف والدولار وكده بخيل ولا ربنا سبحانه وتعالى ما عنده ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وربنا سبحانه وتعالى الغني بيرزق العباد والطير والسمك والجن والشياطين والبشر وكلهم ولذلك أخوانا ملخص الدعوة دي إنه ما حقتنا نحن دي حقة الأنبياء أمشي أقرأ صور القرآن دي كلها كل الأنبياء بقولوا للناس أعبدوا الله ما لكم من إله غيره خير البشر نختم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ودائما يا أخوانا الزول بيقول في وفاته في وسطه أهم حاجة صحوا الله ما صح الزول دائما لما يكون دار يموت بيقول للأولاد الحاجات المبورية لهم زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ورر الأمشي المهم قال لعنة الله على اليهود والنصارى ما لهم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بن الأبني على القبور ولذلك أخوانا أهم شيء في الدين هو التوحيد ده زي الأساس ألما عنده أساس ما بيزقف ولا بابنه ولذلك أخوانا دعوتنا للناس هي دعوة الأنبياء والمرسلين الناس ترجع إلى الله وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وربنا أبواب فاتحة وربنا خير باسط للناس وربنا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تخرج الشمس من مغربها نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يشفي مريضنا وأن يحفظ غائبنا إنه لي ذلك والقادر عليه